وسهلا فيكم من جديد مشاهدين في ملف حلقتنا اليوم حديثنا عن العام 2023 وحصاد هذا العام اقتصاديا حيث مررنا محليا بالكثير من المحطات اقتصاديا طبعا أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي وما لاقته من اهتمام ملكي ومتابعة حثيثة من جلالة الملك وولي العهد ومواصلة الحكومة على تطبيق الخطة التنفيذية لهذه الرؤية في مختلف القطاعات بالإضافة لتحقيق نجاحات في بعض المؤشرات الاقتصادية مررنا بأوضاع صعبة وجهنا بحذر وأظهر اقتصادنا مرونة في مواجهة صدمات خارجية بالتأكيد ما قبل 7 أكتوبر كنا في أوضاع اقتصادية لا تشبه ما بعد 7 أكتوبر إذن هذه الأحداث وتبعات النقش الليلة مع ضيوفنا المهندس موسى الساكت عدو غرفة صناعة عمان والكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي ورامي الكرمي أستاذ ممارس ومدير لمركز التعلم الرقمي في جامعة الحسين التقنية أهلا وسهلا فيكم يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم يعني بداية نبلش معك مهندس موسى لو بدنا نحكي عن عام 2023 وعنوانه الاقتصادي الأبرز محطات كتير مررنا فيها في الأردن اقتصاديا صارت في مجموعة من الكوارث في العالم أثرت علينا وحتى عوامل ومشاكل اقتصادية عالمية كان لها الأثر علينا لو بنبلش ببداية العام لا نوصل لنهايته شو أبرز المحطات برأيكم من منظورك؟ شكرا سيتي على استضافة بداية ثانية تحيط إجلال الكبار وإكرام لشهدائنا لنقضوا في غزة وإن شاء الله النصر قريب لهم وندعو لهم لأن ما يدور في غزة أشبه بالمجزرة والإبادة الجماعية فكل قلوبنا معهم لأن هذه قضيتنا أولا وأخيرا زي ما تفضلت في بداية برنامجك أن الأردن يمر ومر في ظروف اقتصادية ولكن كل مرة يظهر بمرونة ممتازة حقيقة ضمن الأوضاع ولكن هذا لا يكفي في التصدي للتحديات فأهم شيء صار في 2023 أنا باعتقادي هي موضوع رؤية التحديد الاقتصادي وبداية العمل بهذه الرؤية لأنه لأول مرة أنا دائما بقولها لأول مرة الأردن لديه بوصلة ووجهة اقتصادية كان أول كان هناك خطط هنا وهناك حكومات تأتي ببرامج تغير مع بدء ممارسة الحكومة التي تليها فهذا حقيقة يعني شكل ضعف في المخرجات وشكل ضعف بما يتعلق بالنمو الاقتصادي وشكل ضعف بالبوصلة يعني ما هي الميزة التنافسية للأردن ولم نركز حقيقة على الميزة التنافسية للأردن فلذلك هاي البوصلة والوجهة الاقتصادية لابد أن يكون في برامج عمل هذه البرامج أيضا لابد أن تكون حقيقة واقعية وبالتشاركية المطلقة والكاملة مع القطع الخاص فهذا نبت قادم من حيث يعني الإنجازات 2023 انتهينا من وعنوان مرحلة يمكن نعتبرها عوان السنة ممكن وبضبط هي بداية انطلاق للعشر سنوات لأنه هي تبدأ في 2023 وتنتهي في 2033 فهذه عابرة الحكومات وهذه يعني شكر كبير لجلالة الملك الذي يعني أرسى هذه القاعدة المهمة وطبعا يعني كمل هذه القاعدة في أو سبق هذه القاعدة بما يتعلق برؤية تحديث السياسي وأيضا رؤية تحديث القطاع العام لأنه يسيراني جنبا إلى جنب صحيح لأنه لا يوجد رؤية تحديث اقتصادي بدون إصلاح إداري وإصلاح سياسي صحيح فهذا أنا بأتقاد من أهم الأمور الأمر الآخر في 2023 كانت من أعلى نسب النمو حقيقة خلال الفترة الماضية وصل النمو إلى 2.7% أي نعم هو غير كافي ولكن هذا شيء حقيقة جيد السياحة قبل لغاية قبل 7 أكتوبر يعني كانت الأفضل نموا خلال العشر سنوات الماضية ووصل هذا النمو إلى أكثر من 56% فواضح تماما أنه لا بد من التركيز على هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر كثيرا على القطاعات الاقتصادية الأخرى يعني السياحة تحرك قطاع النقل تحرك بعض من القطاعات الصناعية المختلفة تحرك المؤسسات المالية نعم صحيح إلى آخره فلذلك لا بد أن يكون هناك أنا باعتقادي ما يسمى بالميز التنفسية الأقل نموا في 2023 وكان هاي حقيقة يعني شوية يعني صدمة هو قطاع الصناعي قطاع الصناعي قطاع الصناعي الأقل نموا بـ 2.7 يعني 2.7 هو نمو الإجمالي للربع الثالث النمو الصناعي لم يتجاوز فاصل 8% من مجمل أقل من 1% في هذه الفترة علما علما أن الصادرات زادت قيمة لا كما نعم يعني قيمة من حيث القيمة لأنه كان هناك في الأسعار أعلى فلذلك كان هناك يعني صار الضالية تاع الصادرات أعلى طبعا تيمة الصادرات صادرات أعلى هي نمت وكان نمو متواضع القطاع الزراعي كان الأكثر نموا خلال هذه الفترة كان فلذلك لابد أن نضع اليوم يعني جل جهدنا في 2024 لدمج الصناعة مع الزراعة حتى نزيد في الناتج المحلي الإجمالي بالآخر هدول يعني بيقود الموضوع الاعتماد على الذات يعني هذا هو المبدأ الرئيسي أو البوصلة الرئيسية والأمن الغذائي نعم نعم مئة في المئة فهناك يعني أنا بأعتقدني لابد من أن يعني أن تكون البوصلة واضحة ولكن لابد أن يكون هناك تجارب أو دروس علمتنا حتى يعني نستطيع توجيه البوصلة خصوصا أنه أنا وكيد رح نتحدث عنها 2024 أنا بشوف التحديات أكبر مما كنا متوقعين لأنه اليوم الأحداث الجارية حقيقة إذا استمرت سواء الشحن سواء إذا استمرت حرب أو أريد أن أسميها حرب العدوان الغاشم على قطاع غزة وعلى ممكن سيتبع على فلسطين المحتلة وهو إلى آخره هذا سيعكس حقيقة سلبا على المنطقة درمتها وعلى الأردن فلابد أن يكون هناك أنا بأعتقدني مرونة أكبر من الحكومة والقطاع الخاص ولابد هنا أن تتجلى الشراكة الحقيقية التي يتحدث عنها جلالة الملك يعني اليوم هذه الصعوبات هي أنا بأعتقادي المقياس الحقيقي لهذه الشراكة التي يعني بعض الجهات تتغنى بها وإن شاء الله أن تكون يعني أخنقول على أرض الواقع يعني أن تصمت طبع يعني أكيد رح نوقف على كل حكيته بالتفصيل لأنه يعني خصنا العام القادم وهل هي مرونة لازم تكون ولا خطط فعليا تتعامل مع الحالة الغير معروفة لحد هذه اللحظة البعيشة العالم بدي أنتقل لأستاذ رامي يعني إحنا عم نحكي الآن على مجموعة من المحطات اللي ما رأنا فيها في الأردن اقتصادياً كنا ذكر المهندس موسى بجزء منها وإذا بتحب تكمل عليك نحن نسمع رأيك في الموضوع شكراً إليك ويعطيك العافية على الاستضافة وطبعاً بضم صوتي لصوته قبل كل شيء قضيتنا الكبيرة اليوم الاعتداء هذا الغاشم اللي عم بصير على أخواننا بغزة وبدأ أبدأ منه لأنه ما فيش شي يعني ما أظنيش في ملف أوضح ليأثر على اللي عماله بصير معنا أكتر من هذا الملف اليوم احنا افتتحنا السنة طبعاً الأردن بهمني كمان نتذكر نقطة أنه احنا احتمال كنا عندنا نظرية أنه شوي بعاد عن العالم أي قضية بتصير إن شاء الله بآخر الدنيا بالأخير بتأثر علينا احنا هلا بنعيش بعصر الزعزعة بيقولوا عنها أو الـ disruption شديد وعم بتصير بشكل كتير كبير فمرات بيكون الأثر اللي عم بيصير علينا مش إشي إحنا دارسينه أو عارفينه أو متخيلينه وعم نصحى من النوم لاقي حدث جديد صار ممكن يكون بآخر الدنيا ويكون له أثر علينا وأثر واضح علينا فإحنا بجوز أكبر ملف افتتحنا في السنة هو لما منظمة الصحة العالمية الـ World Health Organization أعلنت انتهاء أثر جائحة كورونا حولت المرض أنه يبطل جائحة أو له أثر يعني طابع emergency أو طابع أنه لازم يكون في تدخل مش مرض طارق صار مرض يعني مرض طبيعي موسمي ومن هون بدأت كثير أحداث تصير أنا عن نفسي بجوز هدولة سنتين الكورونا اللي كانوا وأتذكرهم مش دائما بقولوا شي صار السنة الماضية بقولهم عن الـ 2019 هيك كنت فبجوز هاي أول سنة صار في مجال من أول ما خلصت إعلان الجائحة صار في مجال الواحد دي شوي يفكر بالأحداث تبعته بس أول ما تعدناها صار في عنا روسيا وأوكرانيا وصار إلها أحداث وإلها أثر الرز وغيره وإلقاء ما يحوه هذا بس الأهم من هذا اليوم أنه إحنا كان في مرحلة بتعيش فيها العالم أهمها الخزينة الأمريكية كانت عم بالضخ دعم عشان فترة الكورونا وجائحة الكورونا قرروا يدخلوا ببرنامج يحاول ويخففوا أثر هذا الضخ اللي صار وصاروا يسيطروا على موضوع التدخم اللي عماله يمشي وأثره طبعا كان زيادة الأسعار الفائدة وإحنا بالأردن طبعا مربوط الدنار بالدولر فصار في أثر كبير علينا صار في كتير من الناس يعني ما كانش فيه تخطيط لأثر إيش ممكن يصير فينا لما يزيد على المستهلك قيمة القروض حد الآن المواطن بس تيجي عنده مثلا رسالة بن البنك إنه رفعنا سعر الفائدة عليك هو بيستهجن الموضوع مش عارف إيش اللي عم بصير مع أنه هذا إشي عالمي عم بصير زي ما إحنا عم بصير أثر علينا لما ترتفع الفائدة برضو كان فيه سنين إلو أثر علينا لما نزل سعر الفائدة نفس الإشي هلأ هذا الأثر واضح اقتصاديا وكان إلو مجالات كبيرة فيه كثير من المؤسسات يعني عطفا على نقطة المرونة اللي كان بيحكي فيها أخوي موسى هون كثير فيه مؤسسات كان فيه غياب في التخطيط على أثر هذا الحكي يعني رفع سعر الفائدة عليهم وشوفنا قطاعات كثير كثير اضررت من وراء هذا الموضوع بس بهاي السنة مجرد ما انتهت الجائحة شوفنا زي ما تفضل أخوي موسى كمية كبيرة من يعني فيه مؤشرات كثيرة تحسنت بشكل كثير كبير احتمال فيه جزء منها ما ركزنا كثير نستفيد من الفرصة اللي كانت أمامنا نتيجة هاي المؤشرات اللي ارتفعت احتمال كم ممكن يكون هاي المؤشرات فيه ارتفاع أعلى منها إذا ركزنا وطلعنا حوالينا بطريقة تانية بالجلسة اللي قبل دكتور رامي حكى عن أثر جي بي تي وغيره احنا بجوز تاني أكبر ملف صار أو حدث صار هو ذكاء الاصطناعي ووضوحه بالعالم نتيجة أنه تشات جي بي تي أو أوبن اي آي نزلوا تشات جي بي تي وصار في طريقة أبسط للتعامل مع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي موجود من الخمسينات صحيح بس لأول مرة صار بإيدنا ومبسط ومنقدر نتعامل معه وصار يدخل بجميع المجالات اشتاح العالم بطريقة مختلفة بالـ 2023 برأيك؟ مية بالمية فأنا يعني كبراكتشنر بستعمل الأي آي وبدخله بشغلي من بجوز سبعة تمن سنين بشكل مكثف بس السنة صار واضح قديش في ناس عم بتطبقه وصار واضح الفجوة للناس اللي ما عم بتطبقه وصار لازم ضروري كل يفكر أنه يعني أنا مش بعيد عن أني لازم استعمل الذكاء الاصطناعي في مجال عملي أو في مجال دراستي أو في مجال حياتي وغيرها هذه الملفات ممكن لتنتقل من 2023 إلى 2024 يعني يعني هي رح تضل مكملة يعني تسياد الموقف برأيك الـ AI هاي السنة بـ 2023 وذكاء الاصطناعي وذكاء الاصطناعي التوليدي وهذا اللي رح ينتقل للمرحلة مية بالمية وإحنا زي ما عم نحكي اليوم يعني إذا نسمي عنوان السنة هو الزعزعة أو التطور بشكل متسارع غير تقليدي بجوز ما يوقف هذا التطور يعني بجوز اللي احنا شايفينه صار بالـ 2023 مستهجن ما رح يخفه وبالعكس رح يزيد زيد واتير فلازم نتعود أكتر على هذا اللي كنا مستهجنين ويصيره هو الطبيعي وصيره هو الاشي اللي متوقعينه كل يوم واليوم إذا احنا تفاجأنا لما شات جي بي تي نزل 3.5 لما صار أربعة كان عشر أضعاف قوة 3.5 طب لما ينزل خمسة احنا جاهزين بلشنا نتوقع ايش ممكن نساوي نعم فرح ينزل بطريقة سريعة يعني بتقليق مية بالمية حلو يعني إلخصنا خلينا نحكي حكينا معظم نقاط 2023 الآن بهمنا نحكي عن الـ 24 لأنه بالمستقبل هو الأهم والكل الآن عم نحكي عن ذكاء اصطناعي أدوات إدارة المستقبل واستشراف المستقبل لو بدنا نحكي إيش مطلوب من الأردن حاليا مهندس موسى يعني احنا متفقين أنه في مراحل معينة بلشناها بـ 23 لازم تستمر معانا منها رؤية تحديث الاقتصادي بكل تأكيد اللي هي عابرة للحكومات للـ 2033 في مؤشرات معينة لازم تشغل عليها في سوق عمل في دين عام في كتير أمور لازم نحكي عنها خلال هاي المرحلة انتقلت معنا من هالسنة إلى السنة الجاي لكن عندنا تحدي زي ما حكينا الوضع الآن ما بيشبه قبل 7 أكتوبر بسبب هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة اللي مش مبين أصلا ما في رؤية إمتى بدا تخلص حتى الحرب الروسية الأوكرانية لحد الآن يعني شغالة وبرضو مش مبينة إمتى رح تنتهي فكل هالظروف اللي موجودة احنا مش بس ملفات انتقلت معنا الظروف من الـ 2023 إلى الـ 2024 رح يكون لازم إلها طريق التعامل معينة يعني لو نعتبرها تحدي ففي إلها تعامل عايش لازم نركز السنة الجاي احنا عشان كمان وشوفوا في 2024 وهلأ جاي رح أجي عليه هو أمر معقد وغير واضح حتى عالميا ليس فقط على طبعا ليس مستوى الأردن مستوى المحلي أنا بقول قبل ما ننتقل خلينا بس كمل بموضوع إيجابية وسلبيات 2023 على سبيل المثال هناك برنامج مع صندوق النقد يعني اللي هو بعد المراجعة السابعة هذا بحجمه مليار ومئتين مليون هذا حقيقة كان جيد جدا وإن شاء الله هو سيعزز الاستقرار الاقتصادي وسيعزز النمو أيضا وسيعزز موضوع التصدير هو وإلى آخره فهذا بتقادم الأمور اللي جيدة اللي حصلت في 2023 أيضا ما يتعلق بأسعار الفوائد أسعار الفوائد كانت سيف ذو حدين إيجابا أنها ساعدت في السيطرة على التضخم وأيضا على استقرار سعر الدينار وهذا طبعا يعود حقيقة لحصافة البنك المركزي وجهود مشكورة حقيقة وهي من قصص النجاح اللي عندنا في الأردود فلذلك كل التحية والتقدير لسياستنا النقدية ما يتعلق حقيقة بنسب التوظيف على سبيل المثال في 2023 كانت الأقل يعني لما قبل الكورونا كانت نسب التوظيف بحدود الـ 31% اليوم نسبة التوظيف نزلت لغاية 25% الأقل لما قبل الكورونا هذا طبعا أثر إلى أنه ما نخفضت نسبة البطالة بالنسب اللي إحنا يعني كنا متأملين بخصوصا نموه في نمو تقريب 2.7% فهي يعني بتقادم الأمور التي يجب العمل عليها طب كيف عندنا نمو وما عندنا فرص عمل يعني هذا الاقتصاد ما هو نمو ولد فرص عمل نمو في قطاعات حقيقة كانت يعني ضعيفة وقوية في 2023 ولم تستطيع أن توظف مزيد أو تولد مزيد من فرص العمل يعني زي ما حكينا مثلا القطاع الصناعي كان الأقل نموا والناتج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هنا أنا لازم يعني أوقف مليا الرقم القياسي للإنتاج الصناعي تراجع في النصف الأول من 2023 بحدود 3% يعني إحنا اليوم رغم الصادرات إنها زادت الإنتاج المحلي لم يزيد فهذا هو الذي ممكن أن يولد أكبر فرص عمل القطاع الصناعي هو كنسبة وتناسب مع القطاعات الأخرى هو الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة فما بالك إذا هذا كان الرقم القياسي للإنتاج الصناعي فهذا يحتاج إلى أمور مختلفة أو أمور معينة التركيز عليها في 2024 أولا ما يتعلق بإن شاء الله خلال 2024 هناك توجه عالمي أنه يكون فيه تخفيض لأسعار الفوائد فهذا حقيقة سيزيد إن شاء الله من حجم الاستثمار لأنه سيزيد من حجم القروض لأنها سيكون أسهل وأقل كلفة على المشاريع أن تقترب فهذا سيكون شيء جيد الأمر الآخر ما يتعلق بالقطاعات اللي هو إن شاء الله أكثر نمواً مثل القطاع الزراعي مثل القطاعات الأخرى سيكون لها فرصة حقيقةً لأنها يعود بحاجة إلها في المنطقة الأمر أيضاً الذي يجب أن نركز عليه تخفيض كلف الإنتاج هذا شيء حقيقةً هو المعضل الرئيسي في موضوع النمو لأنه كل ما كان عندنا كلف إنتاج مرتفعة أو بديش أسميها كلف إنتاج بقدم ما إنها أسميها كلف ممارسة الأعمال بجميع القطاعات بدون استثناء سواء شركات الصغيرة ومتوسطة أو الشركات الكبيرة المعضل الرئيسي هي كلف ممارسة الأعمال من طاقة من نقل من كلف تمويل هناك حلول المشكلة أنه إحنا اليوم هناك حلول فلذلك أيضاً ما يتعلق حكينا بكلف الإنتاج ممارسة الأعمال زيادة الاستثمار فلذلك هذه ملفات مهمة نركز عليها في 2024 أيضاً موضوع بيئة الأعمال بيئة أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة أنا بالتقادي أكثر قطاعات ممكن التركيز عليها حتى نستطيع أن نولد فرص العمل وأن نولد نمو هي في موضوع شركات صغيرة ومتوسطة شركات صغيرة ومتوسطة في خلال الأربع خمس سنوات الماضية لم تنمو يعني إحنا اليوم الشركات الكبيرة مهم أن تنمو ولكن الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم جداً أن تنمو إذا أنا بدي أرجع أشوف خلال 15 سنة من 2007 تحديداً لغاية هذا التاريخ ما ولدت شركة واحدة في سوق عمال المالي وشركة مساهمة عامة فهذه حقيقة مؤشرات ودلاء لأنه اليوم في عندنا عائق هذا المعيق هو كلف الإنتاج الأمر الأخير الذي أنا أتحدث عنه موضوع الضريبة ضريبة المبيعات ما زلنا لدينا تشوى في الضرائب في الأردن اليوم إذا أخذنا أمثلة في كل أنحاء العالم أو أكثر بلدان العالم الإراد الرئيس للخزينة هو من خلال ضريبة الدخل وليس من ضريبة المبيعات إحنا عندنا الهرم مقلوب عندنا تقريباً 3 مليار من أصل الأربعة مليار ضريبة مبيعات الإراد بشكل تقريب 69% بينما عندنا مليار من ضريبة الدخل وهذا حقيقة تشوه اقتصادي كبير وهو يؤثر ليس فقط على النمو طبعاً يؤثر على النمو بالتالي ليس فقط على الاستهلاك لأن القيمة أو الكوبة الشرائية تضعف عندما يكون هناك ضريبة مبيعات المبيعات ولكن أيضاً على قطاعات الإنتاج المختلفة لما يكون في ضريبة مبيعات عالية أيضاً تؤثر على المبيعات لكل تأكيد يعني أنا بس دكتور رامي أبل ما عاجي للسؤال لإلك ذكر موضوع إحنا عندنا فرصة الآن في الشركات الصغيرة والمتوسطة في عندنا فرصة في مجال الرياضة والإبداع وهذا تخصصك يعني الآن لما نحكي نحن عن تحديات أكيد فيه فرص يعني ما نحكي عن عالم متسارع عم نحكي عن ذكاء استناعي عم نحكي عن الدنيا صارت كل أياتها خلينا نحكي كل نقراب على كل دول عالم قريبة من بعض بطل الأردن بعيد عن هذه الدولة أو ما بقدر يستفيد من هذه الدولة أو حتى الظروف اللي بتصير هنا عم بتأثر علينا فبهذا المجال هل فعلاً عندنا ضعف؟ ما عندنا نمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالإبداع والرياضة ولوين إحنا وصلين؟ ملف كبير هذا السؤال بس خلينا أحكي لك باختصار اليوم أعلق فيه تصنيفين فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات اللي هي الشركات النامية أو المشاريع الناشئة وكل مذهب فيهم كشركة بيكون ماشي بمذهب مختلف هلأ إحنا أظن خلينا نطلع عليها بمنظور إيجابي اليوم في عنا فرصة كبيرة ما عملنا منستفيد منها بشكل كتير كبير إنه نساعد نخلق بيئة محمسة ومحفزة للشركات الرياضية إنها تكبر وتضل بالبلد نحن اليوم موجود عندنا كمية كبيرة من الشركات اللي بتنشأ بس بتروح دايما على أسواق تانية أكبر أول ما توصل لعمر معين يا بتتجه لأسواق الخليج أو أمريكا أو غيره لأنه بدها سوء كبير بدها تخدم سوء كبير وبكون اليوم في فرصة إنه أنا اليوم لما عم بكون في طلب من الأسواق هاي إنك تنقل مركز الشركة للسوء الرئيسي اللي عمالك بتخدمه فعم بضطروا يحملوا الهد كورترز أو المركز الرئيسي تبعهم لهاي الشركات بس بناء على نقطتك خلنا نرجع لها بمنظور تاني إيجابي اليوم إحنا دايما بقولوا لما يكون في مشاكل كتيرة هاي محل الشركات الريادية هون تظهر يعني هون يتتجلى الأفكار وأصحاب هم يجوا بالحلول الابتكارية والحلول الإبداعية لما لقعنا مشاكل كبيرة فهم يجوا يحلوها فإحنا اليوم حتى عنا فرصة كبيرة ندعو كل ريادين العالم إنهم يجوا يزورونا بالأردن وحاولوا يساعدونا بطريقة تكاملية عن الفرص اللي موجودة أخوي موسى بشوي حكي عن أكثر من ملف مهمين كثير واليوم ممكن يكونوا هم الطريق اللي بياخدونا لكيف نلاقي هاي الحلول الأهم ملف بجوز منهم ملف الطاقة اليوم عنا فرصة كبيرة إحنا اليوم بلد غني بالطاقة الألترنتف الطاقة البديلة بس ما عم نستفيد منها بشكل كافي ولساتنا في عنا اعتمادية كبيرة على مصادر الطاقة اللي احنا ما عنا إياها اللي بنستوردها استيراد عنا ملفات تانية مثل الذكاء الاصطناعي احنا اليوم مستوردين للذكاء الاصطناعي أو للتكنولوجيا عم ننتج تكنولوجيا بس اللي عم ننتجه اليوم على الجانب الخدمي وأكتر على الجانب اللي يبتعد عن الانفرستركتر أو الأساسات في عمل التكنولوجيا واليوم كان كتير واضح لما صار العدوان على أخواننا في غزة والوضع اللي احنا هلأ حاليا موجودين فيه إنه احنا إذا منخلي حالنا بمرحلة الاتكال والاعتماد على الشركات الأجنبية احتمال هم رسميا يكونوا عم بيحكوا عكس المبادئ تبعتنا وعكس الأعراف وعكس وصورة كلها غلطة فبأي لحظة ممكن يسكر عليك الحنفية وبأي لحظة ممكن يصير اعتمادنا هذا ينقلب علينا فإحنا اليوم عنا فرصة كبيرة إنه نخلق بلاتفورز وإنفرستركتر وغيره وهذا الحكي يعني مدامه فرصة معناته مجال كبير للشركات الريادية إنها تفوت معنا طب هل شوفوا التجربة دخلوا عملوا بلشوا بعد بتشجع يعني إذا كمان وجودك في الجامعة يبقى ولقائك مع طلاب طبعا معبى فرص وأنا من هون بدي أذكر نقطة لأنه الملف التاني بجوزه الأكبر اللي هو التشغيل وفرص العمل إحنا اليوم جامعة الحسين التقنية بجوزه أنا مش يعني الشخص الأقدر أني أمثل الجامعة وأحكي عنها بس تجربتنا كتير مميزة إحنا الحمد لله خرجنا الفوج الثالث تبعنا السنة ولما إيجينا نخرجهم يعني دائما بقول تاتشود ما قدرنا نناديهم على حفلة تخريجة لأنهم كلهم كانوا بيشتغلوا فإحنا اليوم في شوي المنظومة التعليمية تبعتنا بتركز على العمل أكتر من التعلم أكتر من العلم نفسه والحمد لله قدرنا نثبت المنظومة إن شاء الله ضلها شغالة إن شاء الله يلا بجوز اليوم يكون فيه فرصة كبيرة لأناس تتبنى نفس المنظومة اللي عنا ونوسعها بالجامعات التانية ومراكز التعلم التانية ففيه فرصة كبيرة بهذا الموضوع وبجوز هو التعلم هذا والتعليم ملف الأكبر اللي بيحملنا بكل الملفات اللي كنا عم نحكي عنها ويكونوا عنوان لسنة الجاي إن شاء الله يعني بـ 30 ثانية بس جملة من كل شخص فيكم بعرف أنه انتهى الوقت لكننا نحكي بنهايتها الحلقة يعني أي شي بتحب رسالة الجهة في نهاية العام كمان يعني نعم طبعا كل عام متو خير وإن شاء الله عام 2024 يكون أفضل وينتهي هذا الكابوس حقيقة هذا الإجرام ولكن مرة ثانية عودة 2024 يعني سواجه أنا بإعتقادي النمو الأقل منذ 2006 عالميا نحكي فهذا حقيقة سأتي معه تحديات كبيرة فلابد أن نكون قد هذه التحديات نصح التعبير وأن نسير على الخطال اللي هي البوصل الاقتصادية اللي هي رؤية تحديات التعبير مع تحديث هذه البرامج مع القطاع الخاص دوريا حتى لا نتيه أو نتوه عن البوصل كل تأكيد أضم صوتي لصوتي طبعا ما في أكيد يعني متفقين مية بالمية بس بدأ أضيف عليها شغلة مهمة أنه بجوز أهم هدف إلنا اليوم وهو اللي سيحرر كل المشاكل اللي حولينا بالمنطقة هو وقف فوري للعدوان اللي عمالي بصير على الأخواننا بغزة سيزفاير وإن شاء الله بعديها على طول تحرير تام لأراضينا بفلسطين كل بجوز الملفات لأد ما كانت شائكة ما منقدر نفكها إلا إذا بدأنا بهذه الخطوة إن شاء الله كل الشكر لألكم مهندس موسى ساكت عضو غرفة صناعة عمانو الكاتب المتخصص في شأن الاقتصادي وأيضا رامي الكرمي أستاذة ممارس ومدير لمركز تعلم الرقمي في جامعة الحسين التقنية يعطيكم العافية كل عام شكرا إن شاء الله العام القادم يكون أفضل على جميع النواحي أمين إن شاء الله والشكر موصولة لألكم مشاهدينا الكرام شكرا نلتقي فيكم سبت القادم بحلقة جديدة في عام 2024